بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلاب الصف الخامس أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من درس من علامات حسن إسلام المرء والآن تعالوا بنا لنتعرف على أهداف الدرس أولا أن يذكر المعنى العام للحديث الشريف ثانيا أن يعدد أضرار تدخل الإنسان فيما لا يعنيه أعزائي الطلاب في الجزء الأول من درسنا استمعنا لنص الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ثم تعرفنا على راوي الحديث الشريف أبي هريرة رضي الله عنه وقلنا أن اسمه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه من قبيلة دوس باليمن أسلم في اليمن وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة وعاش في المدينة وكان من أكثر الصحابة حفظا للحديث الشريف بسبب ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وتوفي في المدينة في عام 59 من الهجرة ودفن في مقابر البقيع رضي الله عنه ورحمه ثم بينا معاني المفردات وقلنا أن من حسني أي من كمالي وأن معنى تركه أي تجنبه ومعنى ما لا يعنيه أي ما لا يخصه من الأمور لكن يا ترى ما هو المعنى العام للحديث الشريف وما الأضرار التي تحصل للإنسان حين يتدخل في ما لا يعنيه هذا وأكثر ما سنتعرف اليوم عليه من خلال أهداف الدرس أولا المعنى العام للحديث الشريف قبل أن نشرح المعنى العام تعالوا أعزاء الطلاب لنستذكر الحديث الشريف من خلال ترتيب الكلمات الآتية أحسنتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه عد العلماء هذا الحديث الشريف أصلا من أصول الآداب الإسلامية بل إن بعضهم اعتبر أنه ربع العلم أو ربع الإسلام يقول الشاعر في هذا عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية حيث يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف خلقا عظيما من أخلاق الإسلام وهو أن نشتغل بما ينفعنا وأن نبتعد عن كل ما لا يفيدنا في الدنيا والآخرة فالإنسان إذا ابتعد عما لا يعنيه ولم يتدخل في خصوصيات الآخرين ولا في سؤال فلان وفلان عما لا يخصه إذا ابتعد الإنسان عن ذلك فهذا هو من كمال إيمانه لأنه قد يتدخل في شيء يضره أو يشوش على غيره أو يسبب فتنة فمن حسن إسلام المرء ومن حسن إيمانه ومن حسن سيرته ومن كمال ذلك عدم التدخل في ما لا يعنيه وإن من يقرأ هذا الحديث الشريف يرى أن الأمر سهلا لأول وهلة يقول ما أسهل ذلك ما أسهل أن أترك ما لا يعنيني فكل إنسان يرى أنه يستطيع ترك ما لا يعنيه لكن في الحقيقة عندما يدرك الإنسان أن حب الفضول صفة غالبة في الإنسان وفي طبع الإنسان يتبين أنه لا بد من مجاهدة النفس حتى تستقيم على هذا الأدب لا بد من مجاهدة نفسك حتى تستقيم على ترك ما لا يعنيك ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم من تغلب على فضوله ولم يتدخل في ما لا يعنيه بأن إسلامه تام وحسن وأنه وصل إلى درجة عالية من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا لنجيب على بعض الأسئلة أكمل الفراغات بالإجابة الصحيحة فيما يأتي أولا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن ننشغل بما وأن نبتعد عن كل ما في حاول أن تفكر ثم أجب رائع يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن ننشغل بما ينفعنا وأن نبتعد عن كل ما لا يفيدنا في الدنيا والآخرة ثانيا وصف النبي صلى الله عليه وسلم من لا يتدخل فيما لا يعنيه بأن الذي لا يتدخل فيما لا يعنيه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أحسنت أحسنت بأن إسلامه تام وحسن ضع علامة صح لتمييز الأعمال التي تعنيني من الأمور والتي لا تعنيني في الجدول الآتي سنذكر الآن بعض الأعمال وحاول أن تجيب هل هذه الأعمال مما يعنيني أو مما لا يعنيني بوضع علامة أمامها أولا أسأل صديقي عن مصروفه اليومي هل هذا يعنيني أم لا يعنيني أن أسأله عن مصروفه؟ بالطبع لا يعنيني ثانيا أسأل معلمي عن أحكام الصلاة أحسنت هذا يعنيني لأن هذا سؤال عن أمر من أمور الدين ثالثا أقرأ الرسائل في جوال صديقي هذا تدخل فيما لا يعنيني رابعا أحذر إنسانا من خطر قد يصيبه أحسنت هذا يعنيني لأن تحذيره من الخطر قد ينقذ حياته خامسا أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا أيضا يعنيني وهذا أمر به الله عز وجل وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعنينا ويجب أن نفعله وأن نقوم به ثانيا أضرار تدخل الإنسان فيما لا يعنيه هناك أضرار تحدث ما يحدث للإنسان إذا تدخل فيما لا يعنيه نذكر منها أولا إثارة المشاكل وحدوث المشاكل الكبيرة إذا تدخل الإنسان فيما لا يعنيه ثانيا نشر البغضاء والكراهية بين الناس ثالثا إضاعة الوقت دون فائدة إضاعة الوقت دون فائدة وهناك أضرار أخرى لتدخل الإنسان فيما لا يعنيه منها أن تدخل الإنسان فيما لا يعنيه قد يسمع الإنسان ما لا يرضيه فقد دخل رجل على عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو يخصف نعله يصلح نعله فقال له الرجل يا أبا عبد الرحمن لو ألقيت هذا النعل وأخذت آخر جديدا فقال له عبد الله بن عمر أراد أن يحرجه وأن يقول له لا تتدخل فيما لا يعنيك فقال له نعلي جاءت بك إلى هنا أقبل على حاجتك ما لك بنعلي أنعلي جاءت بك إلى هنا أطلب حاجتك ولا تتدخل في نعلي ولا تتدخل فيما لا يعنيك ولذلك قيل من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه كذلك من أضرار تدخل الإنسان فيما لا يعنيه أن تدخل الإنسان فيما لا يعنيه من أسباب مفسدات الأخوة وقطع المودة بين الناس فالتدخل في خصوصيات وإقحام النفس في أمور لا علاقة له بها مما يسميه الناس في هذا الزمن التطفل والفضولية فعندما يسألك شخص عن أحوالك المدية عن راتبك ورصيدك وممتلكاتك وينظر في هاتفك ويعرف خصوصياتك هل تحبه؟ ألا تشعر بأنه ضيف ثقيل وأنه متطفل فيما لا يعنيه فيسقط من عينيك وينقطع حبل المودة والأخوة بينك وبينه؟ بالطبع كذلك من أضرار تدخل الإنسان فيما لا يعنيه أنه علامة من علامات سخط الله على العبد قال الحسن البصري رحمه الله من علامة إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه وقال الإمام مالك رحمه الله لا يفلح الرجل حتى يترك ما لا يعنيه ويشتغل بما يعنيه وأخيرا من أضرار تدخل الإنسان فيما لا يعنيه أنه يؤدي إلى قساوة القلب ووهن البدن وتعسير وضيق الرزق فقد قال مالك بن دينار رحمه الله إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك أي ضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم بأنك تكلمت بما لا يعنيك وقد سئل لقمان الحكيم أي عملك أوثق في نفسك فقال ترك ما لا يعنيه تعالوا بنا لنجيب على بعض أسئلة الكتاب ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة تدخل الإنسان فيما لا يعنيه يؤدي للبغضاء والكراهية بين الناس صح أم خطأ؟ أحسنت عبارة صحيحة فتدخل الإنسان فيما لا يعنيه يؤدي للبغضاء والكراهية بين الناس اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية من الآثار السيئة لتدخل الإنسان فيما لا يفيده ضياع الأمانة أم انتشار الكذب أم انتشار الغش أم إضاعة الوقت أحسنت إضاعة الوقت هو من الآثار السيئة لتدخل الإنسان فيما لا يعنيه أكتب أكتب اثنين من أضرار تدخل الإنسان فيما لا يعنيه أحسنت أولاً إثارة المشاكل ثانياً نشر البغضاء والكراهية بين الناس وبين أفراد المجتمع أعزاء الطلاب انتهى الجزء الثاني من درسنا نلتقي بكم في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكتب 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 اشتركوا في القناة